أقول إن إحنا في مجلس الأمن وفي التصويت كان كلامنا واضح جدا إحنا ضد احتلال دولة لأراضي دولة وفق للقوان الدول واضحين جدا بالمناسبة ما فيهاش مجاملة يعني ولا فيها زعل من حد في نفس التوقيت ضد فرض عقوبات اقتصادية لتجويع وتركيع الشعب الروس كلامنا كان واضح بالمناسبة بالمناسبة يا جماعة الناس اللي عايزين يدرسوا كيف استطاعت أو كيف تستطيع دولة إن هي تنجو من براس في خاخ منصوبة لا انظر إلى كيف تعاملت الدبلوماسية المصرية وصانع القرار في مصر في مثل هذه الأمور إحنا الناس اللي إحنا مع مين إحنا مع مين هو مش لازل تبقى مع حد في المناسبة بقول للناس سؤال بيتبادر إلى زين الكثيرين هو إحنا مع مين هي مصر وقفة مع روسيا ولا مع أمريكا هو أنت حضرتك ليه دايما دايما من جواك مؤمن إنك إنت لازل تبقى تبقى حد ليه أنا بسأل بسأل نفسي وقياك ليه جوانا في داخل ضمرنا دايما بنقول إحنا لازم نكون تبقى حد ليه تبقى مين هو أنا تبقى روسيا ولا أمريكا وإنت بنفسك تبقى مين تبقى الشمال ولا يمين هو أنت ليه لازم تكون تبقى حد معلش؟ ثقافة متورصة أنا مع المعسكر الروسي في أيام الرئيس عبد الناصر معسكر السوفيتي أنا مع المعسكر الأمريكي في أيام الرئيس الزادات أنا قاعد عمالة أترنح بين الاتنين أيام الرئيس حسن مبار دلوقتي الكلام واضح أنا مش مع حد أنا مع مصر أنا مع مصالحي أنا مع ناسي أنا مع مواطني دولتي أنا مع مشروعي الوطني أنا مش مع حد مش مأجر مواقف الحد مش ببيع مواقف سياسية الحد لا أبيع مواقف سياسية ولن أكون جزء من تحلوفات دولية قضي الأمر واضحة أنا هذا فهمي وإقراري بما أراه وأعايشه في هذه المرحلة إنه مصر خرجت من جلباب الجميع واستقرت مصر للمصريين ترجمة نانسي قنقر os